بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد كلمنا عن صيام التطوع وتدرجنا كده في الأيام الفاضل التي نتطوع فيها بالصيام ما بين يوم ويوم ما بين ثلاثة أيام من كل شهر ما بين اتنين وخميس أو اتنين بس أو خميس بس وييجي بقى الموعد دلوقتي مع الصيام ستة من شوال صيام ستة من شوال ده عمل عظيم جدا يغفل عنه الكثير من الناس النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا فيه ايه يقول من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر رحمة من ربنا اللي مش قادر يصوم الثلاثة أيام من كل شهر زي ما اتفقنا في الحلقة اللي فاتت وقلنا الحسنة بعشر أمثالها اللي يصوم ثلاثة كأنه صام الشهر كامل يبقى على قل يصوم الستة من شوال وبرضه رحمة ربنا هتشمله الستة بإذن الله تعالى بستين قد شهرين ورمضان شهر بعشر الحسنة بعشر أمثالها يبقى كده كصيام الايه؟ كصيام الدهر كأنه بيصوم عمره كله بس طبعا بالتأكيد لا يستوي خلي بالكم يعني لا يستوي من كان يصوم صيام داود يوم ويفطل يوم مع من صام فقط ثلاثة أيام من كل شهر ولا يستوي من صام ثلاثة أيام من كل شهر فقط مع من صام الثلاثة أيام من كل شهر واثنين وخميس من كل أسبوع لا يستويش بالتأكيد ولا يستوي مع هؤلاء وأولئك اللي اكتفى بالصيام الستة من شوال بس إنما هي كلها منازل ومراتب ونحن ترقى أيها الإخوة في سلم المثالية التطوع مثالية نترقى في سلم المثالية بشرط نحن ما نخلفش النبي عليه الصلاة والسلام فنحاول أن نعله ونقولك بس دا نعمل اللي عمله النبي أكتر من النبي تعمل أكتر من النبي أنت أقوى منه وأغير منه على الله والطاعة أحب إليك من سيدنا النبي لا هو بيعمل اللي علشان يعلمك دا اللي تقدر عليه دا اللي يحبه ربنا على فكرة فيه اللي راح بحاول يعمل أكتر من النبي حتى في الصيام الرجل قال مع اتنين صحابه تعالوا نسأل بيت النبوة كده بيعملوا إيه النبي بيعمل إيه فعرفه إنه النبي يصوم وبيفطر ده في غير رمضان يعني وإنه بيصلي قيام الليل شوية وبينام ساعتين ثلاثة ولا نص الليل ولا حتى ثلاثين الليل وبينام الثلاثة وبينام الثلاثة فواحد قال الله لعل النبي غفر ليه فعشان كده بيقلم العبادة أنا بقى أنا هصلي الليل كله طول السنة ما نمشي أبدا التاني قالوا أنا أصوم الضهرة كأنه رمضان شوال زي رمضان المحرم زي رمضان رجب زي رمضان كله كل الشهور يبقى السنة كلها عندي صيام تلتمية وستين يوم صايم ما أفطرش أبدا والتالت قالوا أنا أعتزل النساء أنا إيه اللي خلني روح أشتغل وأتعب عشان أجيب مهر وشبكة وأتعب عشان مع كده أصرف على عيال أنا لا أنا بطولي كده بالراحة على قد لقمتي وأعبد بقى ربنا بقى ما كلفش نفس مسئوليات النبي عارب بالموضوع ده سأقفلهم أبدا المبالي وأقوام يكونون كذا وكذا أما إني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني ليس مني يعني ليس على منهاجي ومش هيكون أوعد فكره وفي حد يقدر يصوم السنة كلها كأنه رمضان في حد يقدر إنه هو يكيم الليل كله كل الليل أنا ممكن في رمضان في العشرة الأواخر إنك تهد في اللالة الوطرية ما ننامش بس هننام الصبح وإلا عنده شغلة هيتعطل أو يعني هتعدي اللالة الوطرية ربنا يكرمنا بيها إنها بعد كده هنصلي وننام وجهز ننام بس ما نصليش مش كده ولا إيه فمش هنقدر فالنبي قال مرارب عن سنة فليسة مين فلازم نستنى بسنة النبي يا أخوانا في التطوع ما نزودش عليها وعشان كده قال وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم مش تجي بقى أتعلي وتقول أسل النبي جازت غفر له فانا ينبغى أكتهد أكتر لأ ده ما ينفعش طيب عدينا بقى عدة أيام من ضمن الأيام الفاضلة جدا في التطوع صيام يوم عارفة صيام يوم عارفة يا سادة يغفر الله سبحانه وتعالى به ذنب سنتين من ما يتعلق بحق الله ما يتعلق بحق العبد لأ عشان ما حدش يقولك أنا صوم عارفة يقفر لي الميراث اللي أكلته من أخيه ولا أختي ولا ولد أخيه الأيتام ولا أختي الأيتام مينفعش إن أنا أكل حق موظف عندي ولا أظلم حد عندي كبير أو صغير ولا مراتي ولا مش عارف إيه وجاء أول ما هنا هصوم عارفة ربنا يغفر والله لو رحت حقيت المضوع مش كده المضوع إن أنا لازم أتوب إلى الله من هذه الذنوب وأروح أحج أم ربنا يغفرها لي أدي لأخوي حقه والأخت حقها والعيال الصغيرين حقهم والموظف عندي أدي له حقه ومراتي أديها حقها وولادي أديهم حقهم ولا طريقتي حتى أديها حقها وأقول لها سمحيني وأروح أحج أم ربنا يغفر لي وتقبل مني إنما أكل أموال الناس بالباطل وأروح أحج ولا سم عارفة ولا حتى سم رمضان ولا أقم الليل في رمضان ولا أقم ليلة الأدر والربنا يغفر لي لا انتبهوا لده أنا مش بتألع على الله أنا بتكلم عن شارع ربنا سبحانه جل في علام فيما نفهمه والله أعلم النبوة تقول لي صيام يوم عارفة احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده وصيام يوم عاشراء وده بقى يجي بعد عارفة في المنزلة وصيام يوم عاشراء احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله حبذا بقى لو جي عارفة يوم جمعة يبقى خير يوم طلعت عليه الشمس من كل وجوه خير يوم أفضل يوم طلعت عليه الشمس أسبوعيا يوم الجمعة أفضل يوم تطلع عليه الشمس حوليا يعني في الحول في السنة يوم عارفة فلما يجتمع عارفة مع جمعة زي ما حصل كده في حجة النبي عسى الله السلام هيبقى بالتأكيد اجتمع الفضلين عارفة وجمعة ومش نصلي جمعة على فكر في الحج هنصلي ظهر زي ما النبي عمل قصر مع العصر يصلي العصر مع الظهر في وقت الظهر شهتفرغ للعبادة والطاعة الحج بقى خلي بالكم شوف احنا بنصوم يوم عارفة ونحن لسنا حديجة نرجو المغفرة لسنتين تب الحج ربنا هيكرمه ويرجع ان شاء الله مغفر له عمره كله مش كده الحج يهدم ما قبله الحج يهدمه ما قبله من حج فلم يرفث ولم يفسك راجع من ذنوبه كيوم ولادته ايه امه حاجة كده بيضة نظيفة كأنه لسه طفل صغير نفسه وروحه وزنوبه كله متغير راجع حاجة سليمة كده جميلة فمحتاج يصومه عارفة ليه مش محتاج بل محتاج عارفة انه يستغفر ويتوب ويدعو ويلبي والناس والسلام كان بيفطر يوم عارفة في عارفة لكن في غير عارفة كان يصومه ام الفضل بتحكي بتقول شك الناس يوم عارفة في صوم النبي اليوم اللي كان بيحج فيه يعني في صوم النبي صلى الله عليه وسلم فبعثت إلى النبي بشراب فشربه الصحابة كلهم شفوه وفي رواية تمار الناس يوم عارفة في صوم النبي يعني تكلمه واحد يقول اه صايم والتاني يقول لا ما هو صايم جمع بين الحج والصوم يقول بعض يقول لا فقام النبي عليه الصلاة والسلام بعدما أرسلت إليه بقدح لبن تركب بعيره وراح شارب علشان الناس كلها ايه تشوفه فيبقى صوم يوم عارفة لغير مين لغير الحج لغير الحج طيب هل يوم عارفة بس ده احنا في ذو الحجة ذو الحجة يا سادة العاشرة ايام الاوائل فيه ايام مباركة عظيمة يسبق العمل فيها ربما قالوا الى عاشر الاواخر من رمضان تخيل لدرجة ان ابن القيم يعقد مقارنة بين الايام العاشرة الاواخر من رمضان والايام العاشرة الاول من ذو الحجة ويخلص الى موقف رائع جدا ويقول ايه الايام العاشرة الاواخر من رمضان لياليها تفضل لوجود ليلة القادر والايام العاشرة الاول من ذو الحجة نهارها يفضل لوجود يوم عارفة يعني في النهاية ايام عارفة ايام ذو الحجة الاولى دي ايام عظيمة جدا ولذلك المانع ان انا اصوم سبع وتمانة ايام حتى مع عارفة يعني اصوم من واحد لتسعة طبعا يوم عاشرة ده بالصمش هنعرف بعد كده انه في الصوم الممنوع الصوم الحرام ان انا اصوم يوم العيد سواء كان عيد الفطر ولا الاضحة وثلاث ايام التشريق يعني اربعة ايام في ذو الحجة ويوم اللي هو اول شوال اذا الصوم اما ان يكون عارفة وحده او ان اجمع مع عارفة ما تيسر من الايام السابقة الى على عارفة وفي حديث وان كان فيه نوع من الضعف بس فضال الاعمال يمشي اربع لم يكن يدعهن النبي صلى الله عليه وسلم صيام عاشرة والعشر يعني التسعة بيكلمه عن التغليب وثلاثة ايام من كل شهر وركعتين قبل الغدا تقبل الله من ومنكم الصيام والقيام واعانن وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في امان الله